أقام الاتحاد العلاقين المصارع دورة تدريبية دولية لمدربي اللعبات تهدف لتطوير واقع هذه الرياضة التفاصيل في هذا التقرير اتحاد المصارع أخذ يصار ملف الحظر المفروض على رياضتنا من خلال مساعيه الجادة للعمل علامة خطوط تقريب البطولات الخارجية والدورات الدولية على أرض الرافدين والتي من شأنها تمزيق ملف الحظر ليسهم في تطوير واقع المصارعة العراقية هذه الدورة التدريبية الدولية اللي شاهدت فيها أكثر من 150 مدرب يعني احنا الحقيقة مشاركين دورات عالمية هواية وكذا بس قدوم الاتحاد الدولي إلى العراق يعنيها مفخر كل شبيرة إنه العراق والحمد لله وشكور إن شاء الله رفع الحظر على كل الملاعب وكل الاتحادات الرياضية العراق بالخبرة من المصارعة تأسيس المصارعة بالعالم العراق العراق ما أخذ مستور فيها أبا عن جد احنا اللي أسسنا المصارعة بالعالم من قبل خمسة آلاف سنة صح جون الخبراء لأن احنا الظروف اللي مرت بينا صعبة علينا وكلها اللي تمناها للظروف وقدرناها إن شاء الله ونمحيها للظروف أول الغيث قطر هطل على اتحاد المصارعة بإقامته دورة تدريبية دولية لمدربي اللعبة من قبل محاضرين أمريكيين وجورجين وأتراك قدموا الكثير من الجوانب المفيدة للمدربين ما زادهم خبرة عميقة وواسعة لمشوارهم التدريبي الذي هم بحاجة إليه قدرنا أن ننسق مع سكرتير لجنة المدربين الدولية الاتحاد الدولي للمصارعة ومدرب المنتخب التركي وثاني أولمبيات لندن جورجي الحضور إلى العراق لإلقاء محاضرات بالنظري والعملي مع العلم أنه مستر دايفيد كوربي الأمريكي الجنسية أحد خبراء والباحثين في العالم بالمصارعة سيقدم كل ما عنده يعني إحنا صارنا تقريبا عشر خمسطع السلام وعندنا دورة تدد الدورة تكلف خارج القطر الحمد لله وشكر جينا وشاركنا بها الدورة لأن إحنا عندنا نقص تدريب نقص قاعات نقص يعني أصابات ما أصابات فالحمد لله وشكر آئلة المصارع برمتها شدت نطاق العمل الواحد لتكون النتائج ملموسة على الحقيقة بشكل ملحوظ وهذه هي الغاية المطلوبة من إرجاع رياضة الأجداد إلى سابق عهدها المعلومات القيمة والمميزة والحديثة تجمعت في هذه الدورة من أجل إعطائها لمدربية المصارعة ليكونوا متسلحين بوافر من الخبرات التي ترفع من شأن هذه اللعبة في جميع المحافل زيد غالب العراقية الرياضية بغداد